مفهوم بديع وعظيم للعظم الحقيقية وضعوا المسيح كان في مرة التلميذ بيتحوروا بينهم وبين بعض من هو الأعظم فاستدعاهم المسيح وقال لهم تعبير جبيل الذين يحسبون رؤساء الأمم يسدونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا بل من أراد أن يكون عظيما فليكن خادما للكل هذا مفهوم جديد على البشرية لكنه في الواقع كان يشرح معنى الألوهية في عظمتها الله في عظمته إذا أراد أن يتعالى بعظمته وبقدرته ينزل إلينا هذه العظم أن يخدمنا أن يتضع وأن يعطينا بل يصل إلى حد أن يبذل ذاته من أجلنا العظم الحقيقية في مفهوم المسيح أن تخدم هو لم يرفض أبدا أن تكون عظيما ما ألش من أراد أن يكون عظيما فليستغفر الله ويرفض هذا الشعور ويشعر أنه أخطأ لا من أراد أن يكون عظيما من حقك أن تكون عظيما لكن من خلال خدمة الآخرين وهنا كان يسترجعنا إلى الخالق الخالق في عظمته لا يتعالى لأنه ملهوش حتى أعلى من اللي هو فيه وصله لكن الخالق في عظمته يتنازل ويتواضع ويخدم ابتداء من البشر المحتجين إلى قياداته وحكمته وحتى إلى فراخ الغرباني كما يقول عنها لأيوب من يهيئ لفراخ الغرباني طعامها حينما يصعد صراخها إلى الله عظمة الله تتجلى في تواضعه وخدمته واهتمامه بنا وإذا أردنا أن نكون في العظم الحقيقية علينا أن نخدم الآخرين لا أن نتعالى عليهم موسيقى